خليني أقول لحضراتكم كده سر وإحنا منقدم الفقرة دي قبل الأزمة الخاصة بإتحاد الكرة شفت كده الغلاف وشفت الكتاب بتاع أزمة الكرة المصرية في خمسة شارع الجبلية الكتاب للزميل والكاتب عمر البنوني عمر الحقيقة لما نزل ده أنا قلت والله ده أكيد حاجة لطيفة وكان بقى بدأت المطشاط يعني جاي في توقيته لكن ما كنتش عارفة أنه هيبقى توقيت توقيت أن احنا نتكلم كمان عن اتحاد المصري لكرة القدم بالتفصيل من أول اتحاد مصري لكرة القدم لحد اللي احنا فيه لكن وأنا كده ببص على يعني ايه ألاقي الموضوعات وكأنه يعني قرأة اللي هيحصل يعني لما يقول جمود وعودة يعني كأنه كان قاعد مع الناس لما يقول شباب عالمي واضطراب إداري أو انت تقول هو طول الوقت كان كده ولا ايه أو مثلا إنك توقف عند يعني وهنا الكاتب ايه عصر البطولات اللي هي وقفت بقى بعد سبع سنين بالذات في كأس الأمم الأفريقية نكسة كروية وعودة إلى كأس العالم كأن نفس الحاجات اللي احنا شايفينها أنا هتوقف عن إن أنا أشوف إيه اللي بيحصل ونقرأ الكتاب سويا مع الكاتب عمر البنوني وهو يعني ضيفي في التاسعة كابتن عمر مساء الخير مساء النور البنوبي بالزبط كل مرة بنطلخبط فما في عشر مشكلة يعني من حق يطلخبط ناس تطلخبط في اسمي أنا شخصية لا تبراحتك أستاذ شافكي عمر أنت كنت متوقع الأزمة اللي حتى يعني أنت بادئ الكتاب أزمة الكرة المصرية يعني أنت كنت متوقع يعني هذه الأزمة كنت متوقعها لكن ما كنتش أتمنها يعني الكتاب طبعا خلص بدري قبل أمم أفريقيا بكتير وأعلن عنه قبلها لكن اللي يقرأ تاريخ الكرة المصرية وتاريخ اتحاد الكرة المصري تحديداً اللي هو موضوع الكتاب يكتشف أن احنا بنلف في نفس الدايرة من 100 سنة الموضوعات اللي انت عاملها كلها هي نفس اللي احنا فيه تنطبق على اللي احنا فيه طب إيه اللي بيحصل؟ ما تقولي الأزمة بدأ يعني الأزمة تكررت كتير قوي فإذا عمرنا ما حلنا حاجة ولا إيه؟ كسفت من نفسنا دلوقتي لا هي احنا لازم نواجه نفسنا دايما ونقرأ تاريخنا كويس التاريخ الإداري لكرة القدم المصرية يمكن انتحاد الكرة المصري تأسس سنة 21 يعني عمره أكتر من 100 سنة وبالتالي كان لازم قبل ما ناخد قرارات في الاتحاد الكرة في الخمس ست سنين اللي فاتوا مثلا أو في العشر سنين الأخيرة تحديدا من بعد 2010 آخر بطولة أفريقية أخدناها ان احنا نبص على التاريخ ونقرأها كويس ونشوف القرارات اللي أخدها اتحاد الكرة المصري في المواقف المشابهة وانعكسها على المستوى الفني للكرة إيه؟ لأنه الكرة مش بس المواهب لأنه مصر ما عندهاش مشكلة في المواهب أبدا لما تبتدي تقرأ التاريخ احنا خرجنا أول موهبة احترفت في إنجلترا من سنة 1911 برضو من أكتر من 100 سنة حسين حجازي وحسين حجازي اتعامل عنه كتاب عن حسين حجازي في إنجلترا فإنه يتكتب كتاب عن لعيب مصري من أكتر من 100 سنة كان في إنجلترا فده معناه أن المواهبة كانت طاغية جدا وبالتالي مصر الشعب الكبير ده والأمة العريقة في كرة القدم يستحق أفضل من كده يستحق أفضل من كده وما عندهاش أزمة في المواهب احنا عمرنا كبلد ما كان عندنا أزمة في المواهب في أي مجال مش بس الكرة عندنا أزمة في الإدارة عندنا أزمة في إدارة المواهب دي وإزاي نطورها عشان نستفيد منها ويحصل نوع من الاستدامة إحنا دايما بنتكلم بمصطلح الاستدامة ده في آخر 15 سنة في كل المجالات طيب الاستدامة في الكورة مش موجودة لي تقرأ التاريخ تكتشف إن إحنا الأزمة بدأت عندنا من الأول في التعامل مع النتائج إن إحنا ما بنبصش للتطور الفني اللي عندنا وتنمية المواهب لكن بنبص للنتائج لو خسرنا مباراة نحس إن الدنيا يتهدت لو كسبنا بطولة بنحس إن إحنا خلص لأ ننسى كل حاجة ممكن يكون كسبنا بس ما إحناش كويسين بالزبط ممكن تكسب مباراة تنسى كل مشاكلك وأنت خلاص أنا كسبت مطش ودايما ده مبدأ الأعضاء مجلس دارة اتحاد الكورة على اختلاف المجالس في آخر 50 سنة على الأقل يقول لك المكسب بيجيب مكسب والناس هتنسى وبالتالي اكسب والدنيا هتمشي فده مش مبدأ يعمل استدامة في تطور كرة القدم المصرية الكورة إيه؟ الكورة الموهبة اللعيب من هو صغير حد ما بيكبر إدارة للموهبة دي مدرب مؤهل يطور اللاعب ده وينمي موهبته والمشاركة في المنافسات بقى والدعم الجماهيري مع الدعم الإداري ده ده الكورة باختصار يعني بالزبط أنا عايزة أمشي معاك من خلال الكتاب حتى كمان الناس تستفيد خليني كده يعني مثلا أسألك أنت هنا كتب برضو ما بين التأسيس وذاكر يعني حسين حجازي والثورة وكرة القدم ولكن جيت مثلا عند الفصل السادس وقلت عهد جديد نحو أفريقيا وأوروبا الشرقية دي كانت أول البداية وإحنا رايحين لأفريقيا؟ دي كانت بداية أنه اتحاد الكورة المصري وكوادره هم اللي أسسوا الاتحاد الأفريقيا لكرة القدم أفريقيا ما كانش عندها صوت على المستوى العالمي مصر هو أول يعني اتحاد الكورة المصري أول اتحاد أفريقي وعربي ينال عضوية الفيفا من مئة سنة يعني النهاردة مئة واحد سنة احنا أعضاء في الفيفا من مئة واحد سنة من سنة تلاتة عشرين من مئة واحد سنة من سنة تلاتة عشرين الف سعامية تلاتة عشرين والاتحاد المصري لقرطة القدم نال عضوية الفيفا وبالتالي في الوقت احنا زي مين في الوقت مفيش حد زينا احنا كان وقتها مثلا أسبانيا مقاوية المنتخب الأسباني هي هي مقاوية المنتخب المصري المصري بتلعب كورة رسمي دولي الأسباني المنتخب الريال والبرسا المنتخب يعني احنا لعبنا اول مرة منتخب مصري يظهر على السحة العالمية بشكل فعلي كان في دورة أنتورب الأولمبية سنة 1920 في نفس السنة كان الاتحاد الأسباني 1920 والاتحاد الأسباني كان في نفس الوقت في نفس الوقت مقاوية الاتحاد الأسباني فبالتالي مقاوية المنتخب الأسباني فبالتالي احنا منتخبنا بيلعب كورة من فترة بس نشوف أسبانيا فين وإحنا فين يعني مش بالضرورة نبقى زيها بس نبقى يعني قريبين بالزبط على فكرة هو ده موضوع الكتاب ان احنا بدأنا من زمان قوي طب احنا ليه ما وصلناش لللي الناس وصلت له اللي بدأوا معنا مشكلتنا ان احنا ابتدنا تأسيس مرحلة التمصير الاول اللي كانت وقتها فيه احتلال انجليزي طبعا المصريين وطنيين وعايزين يديروا شؤون الكرة المصرية بنفسهم فاتأسس الاتحاد المصري لكرة القدم سنة 21 وبقى هو اللي بيدير الكرة في مصر يعني بعدها بسنة على طول بعد تأسيس اول منتخب ومشاركته من بعدها ابتدنا نشكل الشكل الاداري للكرة المصرية كان الاتحاد برئاسة جعفر ولي باشا وكان حسين حجازي وقتها موجود لانه هو الوحيد اللي كان لعب في انجلترا في هذا التوقيت وبقى عنده خبرات في ادارة الكرة بره شكلها يعمل ازاي من بعدها ابتدنا نتكلم في مدرب اجنبي اول مرة يبقى عندنا مدرب اجنبي جالنا مدرب اسمه سنة كان سنة 1928 كان عندنا مدرب اجنبي كان من اي بلد كان انجليزي سكوتلندي يعني سكوتلندي هو بريطاني كان من سكوتلندا اسمه جيمس ماكري وده اللي قد المنتخب المصري في الاولمبياد في 28 في امستردام وبالمناسبة في الوقت ده مندوب الاتحاد المصري صوت على تأسيس بطولة كاس العالم على هامش اولمبياد 28 وبالتالي احنا لنا دور من زمان يا جماعة لنا دور كمان في كاس العالم في تأسيس بطولة كاس العالم مصر صوتت على تأسيس بطولة كاس العالم وتم دعوة المنتخب المصري المشاركة في اول نسخة من كاس العالم لكن بعد كده لما جلنا جيمس ماكري كان بدأ هنا اول ظهرت اول مشكلة في الكرة المصرية إنه اتحاد الكورة كان هو اللي عاوز يختار اللعبين وكان بيعمل كده هو اللي بيختار اللعيبة اللي هتلعب في المنتخب الأعضاء الإداريهين والمدير الفني كانوا بيسموه أو المدرب وقتها لها جيمس باكري كانوا بيسموه الممرن مبرد إنه هو إحنا هنجيب لك اللعيبة إحنا هنجيب لك اللعيبة وإنت لتدربهم بس إحنا اللي نختار بالضبط وقتها هو عمل طبعاً ده كان بيعمل مشكلة من البداية هنا بدأت المشاكل يعرفوا إن الكورة القدم لكن سنة كم؟ سنة ثمانية وعشرين برضو إنه اختيار اللعيبين هو مسئولية المدرب لأنه كانوا مسافرين يلعبوا أولمبياد أمستردام دورة الألعاب الأولمبياد أمستردام وكان برضو اتحاد الكورة عايزي كان اتحاد الكورة هو اللي بيختار اللعيبة ويقولوا أنت مرانهم بس لكن إحنا اللي هنجيبهم يعني وكأن الأجداد والأبناء والأحفاد يعني بيقدموا نفس الشيء وقتها اتكلم عن النظام الغذائي إنه لازم اللعيبة تتبع النظام الغذائي بفيه تمرينات بدنية يبقى لهم موعيد معسكرات وإنه المدرب هو اللي يختار اللعبين مش أعضاء اتحاد الكورة طيب هو قال كده وعمل ده حديث بالمصور ماذا حدث بعد ذلك؟ اتلمت في قاعدة عرب أولا كان حصل بينه خلاف وبين رياض أفندي شوقي وفؤاد بيك أبازة لم الموضوع وتصالحه قبل السفر ونحن الأحفاد بنعمل نفس الشيء نفس الطريقة طيب أنت جيت هنا مثلا في الفصل الثامن قلت جمود وعودة الجمود كان في إيه والعودة كثير الجمود ده كان وفقا للأحداث السياسية في الوقت ده إنه حرب أكتوبر من بعد 67 ولحد حرب أكتوبر كانت الكورة وقفت في الوقت ده طيب إحنا بقى من 28 لحد الستينات وضعنا كان عامل إزاي؟ كنا ماشيين بخطة بطيئة شوية لكن كنا بنطلع لقدام بمعنى أنه بعد أولمبياد 28 بعد كده أنت لعبت كمان 34 وبعد كده أنت يعني لعبت كاس العالم 34 خلاص تصفيات كانت مبارتين بس وروحت كاس العالم كانت بنظام خروج المغلوب مباشرة فاتغلبنا وخرجنا لكن روحنا كاس العالم كان نفس المدرب جيمس ماكري وقتها ابتدى احتراف اللاعبين المصريين في أوروبا يعني محمد لطيف لعب في سلتك وكان فيه مجموعة من اللاعبين لعبوا في فرنسا أسماعيل رفت طبعا كابتن لطيف وبعد كده ابتدت الكرة إلى حد ما تضطور في مصر لكن جات الحرب العالمية وقفت الكرة ثم بعد كده طبعا التغيرات في الاتحاد المصري لكرة القدم ركزنا على حكاية تأسيس الدوري المصري الدوري المصري بدأ سنة 48 مسم 48 وبرضو عندنا إخفاق فيه لا بس بالمناسبة بس كان قوي في البداية؟ بمناسبة الموضوع ده إنه الدوري المصري المقترح بتاع تأسيسه اتقدم الاتحاد الكرة من سنة 38 قعدوا عشر سنين علشان ينفذوا محمود بدر الدين قدم المقترح سنة 38 لحد 48 اتنفذ سنة 48 عشر سنين بيدرسوا بالزبط ولما بدأ كانت تبتدي تظهر بقى مع أول تجربة تظهر الدفوهات بقى في عندك مشكلة في اللوايح احنا مش عارفين لو الفرق تساوت في النقط هنعمل ايه وحصل بعض الأمور بسبب الكلام ده كل ده موجود بقى بالتفصيل في الكتاب لحد ما بدأنا حتى حسين حجازي أسطورة الكرة المصرية في هذا التوقيت الموسم الثاني للدوري عمل تقرير فني لأنه كان منصبه هو المرائب الفني لكرة القدم في وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا التوقيت سنة 49 ولما عمل التقرير الفني بتاعه بالمناسبة ينطبق المشاكل اللي رصدها وملاحظاته على الدوري المصري تنطبق على الدوري المصري النهاردة يعني منها مثلا السلوب الفني لللعب بالشكل الفني بتاع الفرق نلعب ازاي تأسيس الناشئين تدي فرصة للناشئين أنهم يظهروا مواعيد المباريات وعاوز أن المباريات بتاعة الفريق الأول الكبار تكون في معاد مختلف عن فرق الناشئين مايلعبوش هما التنين في نفس التوقيت عشان الناشئين يتفرجوا على الكبار يتعلموا منهم يبقى دا يتعلم تعلم لابد أن الكرة تنتشر برى القاهرة واسكندرية ومدن القناة لازم تروح الأقاليم ولازم تروح الصعيد الملاحظة دي من سنة تسعة واربعين موسم تسعة واربعين خمسين يتكلموا فيها بالزبط الفكرة انضباط اللوايح كل الملاحظات دي كمان هو تكلم فيها تكلم عن فكرة أن اللعيبة محتاجة تحافظ على نفسها فيما يخص الصهر والنوم بدري والالتزام في التدريبات الأداء والفتح كل الكلام ده بالزبط بيتكلم فيه من سنة تسعة واربعين لكن بدأنا الدوري وبقى عندنا مسابق الدوري توقفت في بعض السنوات لكن في النهاية الدوري بتاعك كان فيه أندية شعبية كتير جدا في التوقيت ده ورغم أنه على فكرة تاريخيا الأندية اللي أسست اتحاد الكرة المصري فيها كل النوعيات الأندية اللي موجودة لحد النهاردة يعني هي أندية يعني أسبانيا اللي بدأت معنا 1920 كممتخب الدوري بتاعها اتأسس بعدها على طول بعدها بفترة بسيطة بالزبط ومكمل لحد دلوقتي بالزبط طيب أنا هرجع وأقول لك إيه أكتر فترة إحنا كنا زي كتاب ما بيقول إيه لحد ما في التحاد كرة القدم وكان ممكن نكمل بس ما كملناش إيه أحسن فترة إحنا كان عندنا فترات كتير كويس تظل الفترة الأفضل هي فترة كابتن سامير زاهر اللي أرحمه من 2005 لحد 2012 إنه حققنا فيها ثلاث بطولات أفريقية متتالية من قبلها كان عندنا كابتن سامير كان له فترة برضو جاب فيها بطولة أفريق وكمان غير التالتة دي 98 رحنا كاس القرط بقى عندنا أجيال بتشارك في كاس العلم للناشئين سنة 97 كاس العلم للشباب وخدنا برونزية سنة 2001 مع اللوحة حرب الداشوري يا ربنا ديله الصحة كان رئيس الاتحاد وبعد كده رحنا كاس العلم للشباب مرتين فبالتالي هذا التواصل هو اللي بيعمل الأجيال اللي بتخليك تستفيد فدي ندى نقول كان أحسن وقت فترة كانت كويسة جدا لأنه كان فيه تواصل وكان فيه استقرار داخل اتحاد الكرة المصري إحنا دايما عندنا تفارط لكن عدم استقرار الشكل الإداري لاتحاد الكرة المصري وعدم استقرار مجالس الإدارات في الفترات معينة يعني أجهد حلم أجيال من اللعيبة المميزين جدا إنه هم يكملوا في المنتخبات زي مثلا سنة 81 سنة 81 أول مرة مصر تشارك في كاس العالم للشباب عملت نتائج هيلة هيلة قدام ألمانيا الغربية وقدام إنجلترا وعملت نتائج كبيرة جدا قدام أسبانيا كمان وقتها كان مدارب كابتن هني مصطفى الله يرحمه كان رئيس للتحاد اللي هو مصطفى علواني اللي هو أبو الدكتور عمر علواني وجد الدكتور راني علواني هو كان لعيب سابق في النادي الأهلي قاعد سنة واحدة المنتخب الشباب عمل نتائج كويسة جدا لكن الاتحاد نفسه تغير يجي التحاد جديد ما هي فكرة إحنا عندنا يا فكرة فكرة كل حاجة المسؤول موجود نجح ماشي نغير كل أفكاره وكل حاجة ونبدأ من الصفر إحنا مش محتاجين نبدأ من الصفر إحنا مشكلتنا اللي حضرتك قلتها لحما بنكملش الرسالة خالص إحنا دايما في مجلس موجود المجلس ده ماشي كان سبب مشانه إيه انتهت فترته أو جي مجلس جديد أو تم أو استقاله أو آن كان اللي يجي يقول إحنا نبدأ من أوله جديد يا جماعة طب ما إحنا عندنا وننسى لو فيه إنجاز من اللي قبله ننسي وما بنفكرش إن إحنا نحافظ بقى على الأجيال بذات الأجيال السن الصغير لأن الكرة بتحتاج إن إنت تأسس ناشئين كويسين وقبلها يكون في مدربين مؤهلين علشان يعملوا ده كل ده له تفاصيل كتير بقى تفاصيل كتيرة جدا نوازم تعيد هيكلة اتحاد الكرة مجلس إدارة يبقى مستقر المجلس ده بيبقى في إدارة فنية اللي هو التكنيكال ديركتور زي ما بيقولوا عليه في أوروبا التكنيكال ديركتور ده بيحط لك فلسفة وهوية لكرة القدم إنت هتأسس ناشئينك إزاي وإزاي هتعمل امتداد بقى وتعمل تواصل أجيال حتى بيبقى عندك أجيال بتصنم بعض في المنتخب أنا حسن إنت هتعمل جزء تاني وتالت من الكتاب ده وإحنا برضو ده مش هيحصل طيب خليني أرجع وأقول إحنا دايما عندنا مشكلة المدرب يعني مشكلة المدرب في اتحاد الكرة في أهلينة بتاع خمسة شرع الجبلية مشكلة هل هي مشكلة يعني طبعا أكيد الفلوس لأن المدربين دلوقتي سلعة وموجودة في العالم وكل واحد بيعلي سعره لأنه في دول بتدفع مبالغ كبيرة بس هل هي مشكلتنا في الفلوس ولا مشكلتنا كمان في الاختيار لا إحنا مشكلتنا في الاختيار وإدارة الاختيار في التعامل مش مع الفلوس أبدا لأنه إحنا كان عندنا كابتن محمود الجهري الله يرحم واحد من أعظم المدربين في تاريخ أفراقيا والمنطقة العربية حتى في جزء التقطيط كان بيعمل كان شبهنا وزينا ومننا وعلى فكرة هو ده اللي حصل دلوقتي إنه كابتن حسام حسن كابتن إبراهيم حسن ده صوت الشارع ده صوت زي كابتن حسن شحاتة زي كابتن حسن شحاتة كابتن محمود الجهري كابتن عبدو صالح الوحشة الله رحمه صوت الشارع الشارع المصري دايما بيبقى ميال لبعض النجوم اللي هو شاف فيهم الحمية والحماس وإنه هم قدوا لمنتخب مصر وحققوا معانا جهات بس هل أنا يعني خليني أنا كده أتكلم إيه بشكل حياد هل أنا كالتحاد كورة مفروض أن أنا أبقى ملم بالعلم أخذ بالخبرة والمهنية والعالم ولا أخذ بحس الشارع فيه نقطتين ما أقدرش أغفل أبدا رغبة الشارع ورغبة الجمهور لأن أنا لازم أحترم الجمهور لأنه أنا بشتغل علشان الجمهور لكن فيه نقطة مهمة أنا المفترض لما أجي أختار مدير فاني سواء أجنابي أو مصري لأنه أنا بالنسبة لي أنا الجمهور عشان إجماعه لأن الجمهور متابع فالإجماع ده بيبقى مهم الجمهور حس أن المدرب الأجنابي اللي جبناه ودفعنا له أكبر عقد في تاريخ أفراقيا اللي هو فيتوريا ما كانش على يعني حتى أدنى مستوى طموحات للجمهور وقتها فلجأ إلى ابن البلد مين كابتن حسام حسن هو اللي موجود دلوقتي بس هذه الكرة تم تكريرها أكتر من مرة إحنا برضو لما جبنا حسن شحاتة كان برضو وراء أزمة زي دي بالضبط كان تردلي يعني إحنا طول الوقت عندنا هذه الأزمات طب يعني هل من الأفضل يعني من كتر ما أنت بحثت وكتب إن إحنا ننسى موضوع الأجنابي ما هو برضو كابتن حسام حسن ده مؤقت ننسى لفترة ولا إحنا نركز ونصنع إحنا أيضا مدربا مصريا قويا هنا مربط الفرص أنا بالنسبة لي ما بقايمش المدرب أجنابي أو محلي أنا بقايم المدرب مدرب كويس ولا مدرب لا مش كويس مدرب مناسب لهوية الكرة المصرورية وفلسفة الكرة المصرية والمطلوب منه في المرحلة اللي جاية ولا لا وبالتالي المفروض أمشي في اتجاهين الاتجاه الأول أن أنا جبت مثلا كابتن حسام حسن دلوقتي فهو مطلوب منه أنه هيقود منتخب مصر في تصفيات كاس العالم اللي جاية هو أضرب بالدوري وباللعيبة وهو موجود بيدرب من 2006 وعارف الجداول وعارف النفسيات وعارف كل حاجة وعارف أن الدوري عندنا مش ملتزم وعارف الجمهور وكل حاجة لكن الأهم ونقطة الأهم لازم يبقى عندي يقول لوقت دلوقتي كابتن علاء نبيل تولى منصب المدير الفني لاتحاد الكرة لازم يبقى عندي هوية لكرة القدم المصرية عشان لما اختار مدرب المدرب ده مفروض يطبق لي الفلسفة بتاعتي طب إحنا إذا كنا بدأنا اتحاد كرة القدم 1920 إحنا في 20-24 لسه ما عندناش هوية للأسف إحنا لسه ما عندناش هوية للكرة المصرية دايما بنعتمد على مشروع الفرد ما استفدناش منه دي حقيقة لكن إحنا بنعتمد على إيه الشخصية زي كابتن محمود الجوهري لما جيه هو اللي صنع الهوية اللي هيشتغل بيها وهو اللي خطت هو اللي نفذ وأطاد علشان إحنا ما بنحبش يعني تحسي إنه مثلا يعني كابتن محمود الجوهري تمت أقلته كم مرة تلات مرات تولى أربع مرات منتخب مصر صعد كاسعالم وخد أمم أفريقيا وخد بطولة العرب خد كل حاجة وبرضو كنا بنكل شوية نشيله نتخلى عن ده لازم نمشي بمنهج علمي بفلسفة فنية يبقى فيه إطار فني ومهما غيرت مجالس اتحاد كرة القدم وأعضاؤه دي بقى فقرة مهمة كمان هل الأعضاء يعني هل مين أفضل أعضاء أخذوا الاتحاد لقدام فيه كتير فيه كتير يعني من أول التأسيس من أول جعفر ولي باشا والمجموع اللي كانت معاه وحسين حجازي حسين صبري باشا بعد كده بعد كده كمان شفنا مثلا اللوى مصطفى علواني في وقت من الأواد حتى لو كانت فترة قصيرة من نائب محمد أحمد لفترات كتير جدا كان كل شوية يحله مجلسه ويرجع يعني في الفترة اللي احنا كمان عصرناها بقى الكابتن سامير زاهر طبعا والمجلس اللي كان معاه في فترات متعددة بأعضاؤه في وقت من الأواد المهندس هاني بريد وصل كاس عالم وعمل برضو جزء من الإنجازات في النهاية هو ده تاريخ ده تاريخ اتحاد الكرة تبصي في الكتابة تلاقي على طول إيقالات وحل واستقالات شباب عالمي والتبراب إداري يعني كأنك كتبت ده يعني لأنه الحل لا يتغير بالزبط احنا بنلف في نفس الدائرة شباب عالمي هنا بتتكلم على الاحتراف لا كان وقتها جيل الشباب بتاع كاس العالم واحد وتمانين لأنه كان مفاجأة احنا ما كناش موجودين على السحة في الوقت ده خالص طلع عندنا جيل شباب كان كابتن طهير ابوزيد بقى وكابتن شريف الخشاب وكابتن محمد حشيش وكانت مجموعة كبيرة كابتن محمد حلمي كانت مجموعة كبيرة قوي من اللعيبة كانوا وقتها منتخب الشباب وقدروا أنه هم يشاركوا في كاس العالم وقتها واحد وتمانين وعندنا شباب عالمي يخدوا برونزية كاس العالم لأن الميداليا الوحيدة للكرة المصرية الفين واحد طبع هل ابتحاد الكرة كمان لا يجيد التعامل مع المحترفين المصريين؟ اه طبعا طبعا بشكل واضح محمد صلاح لا يتحمل جزء من المشكلة اللي حصلت في كاديفور المشكلة كانت إدارية بحتة والمشكلة كانت عدم تنصيق من المسؤولين في ابتحاد الكرة المصري عدم تواصل مع ليفربول محمد صلاح هو اللي كان بيتواصل مع يورجين كلوب وطبيب المنتخب مع طبيب ليفربول لكن الجزء الإداري كله فإتحاد الكرة فاشل فيه دي مشكلة كبيرة انت هنا أضريت باللاعب انت في هذا التوقيت بالعشوائية الإدارية اللي مارست اللي اتعاملت بها مع موضوع إصابة محمد صلاح انت خليت محمد صلاح الناس نهاجمه هو مش معلوش زمن فهيأخذ بخبرتك رأيك في كابتن حسام حسن والعلاقة بينه وبين محمد صلاح ممكن تبقى عاملة ازاي عمرها ما هيبقى فيها مشكلة مش هيبقى فيها مشكلة رغم تصريحاته اللي دايقت الناس ودايقت صلاح تصريحات كابتن حسام حسن هي تصريحات لمحلل في ستوديو كانت محلل في ستوديو معلش بس الأشياء لا تتجزأ كتيرا ناس كتير ما فيه لعيبة كرة كتير برضو قالوا نفس التصريحات وأكتر لكن في النهاية حاسب حسام حسن المدير الفني المنتخب مصر مش هيحاسب حسام حسن المحلل أنا هستنى أشوف كابتن حسام حسن لما يبتدي شغله مع منتخب مصر وعنده دورة ودية في شهر مارس وبعد كده عنده مطشين التصفات كس عالم أشوف هو هيعمليه في المعسكر بتاع مارس أشوف القيمة اللي هيختارها هيكسب محمد صلاح بصفه بالتأكيد 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 بس بارته مش مفروض نقعد نصرح حاجات كتير دلوقتي من بعد ما تولى اللي هو مقلة ودل في الفترة بالزبط لكن هو أعتقد أنه من بعد تولي كابتن حسام حسن هو ما قدلاش بأي تصريحات إعلامية والفترة اللي جاية هي يعني هيبقى هتقتصر تصريحاته على المؤتمرات الصحفية الرسمية للمباراة هل الجبلية يقرؤون هذا؟ نسألهم لا أحد يقرأ لا فيه ناس كتير يقرأت يعني أنا الحياة في موقف ما من إحنا نقرأ ونتعلم نتعلم أهم حاجة يعني مثلا أنا أول واحد كان حريص على أنه يجي معرض الكتاب ويشتري الكتاب كان مهندس ماجد سامي صاحب قمديت ودي دجلة فهو عنده فلسفة في الكورة فحب يقرأ الكتاب على طول وشخصيات رياضية وكروية كتير يعني أنا اتفاجئت بالانتشار اللي حصل للكتاب لأنه جا في وقت الحقيقة أنا ما كنتش أتمنى وجا في وقت الحقيقة وكأنك يعني قرأت الطالع زي ما بيقولوا يعني ما كنتش أتمنى أنه يحصل لكن كنت متوقع أنه يحصل عموما إحنا نتمنى الخير ونتمنى أن التحاد الكورة يعني يكمل بإذن الله وكابتن حسام حسن زي ما الجمهور عنده هذا الأمل إن شاء الله الأمور تبقى أفضل وأحسن إن شاء الله يعني زاملنا العزيز عمر البنوبي المرة دي يعني أنت يعني تكتب عن الكورة ونتمنى أنك ما تعملش السلسلة رقم اتنين وهي بقى نفس الموضوعات أتمنى أن نعملها عن النجاحات أتمنى أن نتعلمنا من التاريخ ونعمل نجاحات إن شاء الله بس من 1920-2024 يا ربنا وإنت حيكون فيه بقى مزيعة تانية لا لا إن شاء الله يكون بقى ناس تانية أجيال تانية تطلع تتكلم عن النجاحات أشكرك شكرا جزيلا نورتنا والكتاب أيضا موجود حضراتكم ليه عشاق القرى نظرة تاريخية ورؤية مستقبلية عن أزمة القرى المصرية خمسة شارع الجبلية فإلى أهل الجبلية أتمنى أنه إن شاء الله يعني يكون العلم والمعرفة والخبرة نقرأ التاريخ كان بيقول إيه ونقدر نتعلم منه فاصل قصير بشكر دايفي العزيز بشكرك جدا يا عمر وفاصل قصير ويعني حنتكلم في الفاصل اللي قادم بإذن الله عن الشاعر الرائع الذي رحل عن عالمنا بالأمس الشاعر العظيم مجدي نجيب ولوحة غنائية قدمها للفن المصري فاصل ونطواصل موسيقى